السلام عليكم معاكم أخوكم المصور غتيب الانصاري في هذه الحلقة سنتعرف على بعض المعدات التي تفيدنا بالسفر يلا سنشوفهم نبدأ أول شيء بالترايبود أنا شخصيا أحب الترايبود إذا سافر يكون خفيف فعندنا هذه النوعية من الكرايفوز من Peak Design الكاربون فايبر وايد خفيف والحلو في أن تقدر تصور Top View وتقدر تصور Low Angle وهم تقدر تبطلة كامل وتحطها على الأرض وتصور على راحتك الحين على قسم الإجنات الجنطة على حسب المعدات التي لديك إذا كانت عندك معدات وايد تأخذ جنطة كبيرة إذا كانت عندك معدات شوية تأخذ جنطة صغيرة لا تأخذ جنطة كبيرة إذا كانت معداتك شوية مثلا عندنا Peak Design الحلو فيها أنه من داخل تقدر تسوي لها customization على حسب شلون أغراضك وشلون تريد ترتبها داخل الجنطة غير شيء تحط فيها اللابتوب والأحلى إنه إذا كنت شايلها كذي تقدر على السريع تسوي كذي تبطلها على جنطة وايد ناس يسألون شنو الكاميرا اللي أبلش فيها من بعد التليفون أقول لكم ZV-1 وايد فيها أوبشينات حلوة مثلاً أقدر أركب عليها فلاش أو مايك وفيها Flip Screen وأيضاً تصور الفريم بالنسبة للإضاءات أنا بالنسبة لي أحب ثلاث أنواع من الإضاءات أول شيء Aputure MC الحلو فيها إنه فيها ديفيوزر يمعها الديفيوزر اللي نعم الإضاءة وفيها مغناطيس من وراتي برقبها على أي سطح حديثي الاتم كيوب Pilot Fly تستطيع تشتري لها أكسسوري ثانية مثل ديفيوزر أو القرد القرد اللي هو يحدد إفتجاه الإضاءة وأيضاً النكسيلي فالو آر النكسيلي فالو آر الحلو فيها إنه فيها تلت تستطيع تركبها على كالتشو مال الكيج أو الهوت شو مال الكاميرا تستطيع تسوي لها تلت تحركها بأي مكان تبي وصلنا حق المايكات أنا بالنسبة لي أفضل مايك وهو الشتغن مايك اللي هو الروت اسمه VideoMic Go الحلو فيه إنه في ديفيوزر يمنع الأصوات اللي حواليك غير شيء وهو يعتبر Directional Mic يعني ياخد الصوت أو ياخد صوت الشيء اللي أنت موجه عليه جداً ممتاز تركبها على الهوت شو مال الكاميرا أو سواء الكيج فراح يكون أراضي وهو خفيف وفيه مانع اهتزاز هذا الأحمر تشوفونا مانع اهتزاز فما راح يطلع صوت اللي مايك وانت قاعد تحرقه وإذا تابون شيء أصغر وما يبين عندكم الفيديو مايك هم من روت أفضل أنه تخيل أنت مسافر وموجه على اللي قاعد تصورهم مثلاً مايكش كبرى فأكيد راح they will notice you بالنسبة لي هذا قسم الليغو للكاميرات اللي بيهي أقدر أركب أي شيء على الكاميرا وخليها الكاميرا اللي أنا أو اللي تفيدني بتصويري مثلاً أقدر أركب top handle حق الكاميرا أو إذا أنا مثلاً إيدي وايد ترجف أقدر أركب هاندل يمين وهاندل يسار فتزقل الكاميرا وأقدر أمسكها عدل أركب كيج عليها الكيج جداً مهم حق الكاميرا ليش؟ لأن عادة الكاميرات ماي معاها وايد سكروز أو وايد أماكن أقدر أركب عليها مثلاً الشاشة المايك أي أنتان إضاءة فالكيج يسير فيه وايد فتحات أقدر أركب عليه أي شيء أبي أهم شيء بالنسبة للعدسات أن يكون عندك على الأقل عدسة واحدة زوم العدسة تكون شاملة بمعنى أن تقدر تصور وايد مثلاً 24 وتقدر تصور زوم 70 أو ممكن يكون عندك عدسة وايد مثلاً تكون 15 أو 16 ويكون عندك عدسة ثانية زوم بس أهم شيء أن يكون عندك واحدة من العدسات زوم الستراب بالنسبة لي أفضل من الستبلايزر خاصة حق السفر ليش؟ أنا ما بي أشيل واغراض ثقيلة أحطها بالجنط معاي وأنا أقدر السلوشن أسويه من الستراب نفسه أقدر أمنع الاهتزاز أني أخذ الستراب وأحطه على رقبتي وأضغط على الكاميرا حيل بحيث أني أسوي وزن على الكاميرا ومن شذي أمنع الاهتزاز وأنا قاعد أصوّر شذي نكون ذاهبين للسفر نشوفكم بحلقات ثانية واشكران عفوان